السلام عليكم ورحمة الله أرى هذا الفيديو هذا أحسن أحوال وصفة جديدة وصفة نزلات البرد و الكحة وصفة مزهر وصفة مكونات طبيعية وصفة 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 جوج حامضات ثومة العسل عسل طبيعي وصفة 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 حسب عدد الأفراد وصفة ثم ثومة 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 وصفة 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 مجربة نقطع سكينج بير نضيف تقريبا مع القضية العسل الحر نضيف تقليبات الجوية نضيف تقليبات الجوية نضيف تقليبات الجوية وصفات طبيعية وصفات طبيعية نضيف التقليبات نضيف تقليبات العسل نضيف تقليبات الجوية نضيف تقليبات القناة ديالي الاول مرة ديالي لايك الفيديو اللي عجب هالفيديو طبعا ديالي واحد لايك واللي ما مشتركش عندي في القناة اشترك عندي ومرحبا به واجرب هاد الوصفة هاديرها طبيعية لما نفعاش راها ما كدرش كتعرف الفوائد ديال سكنجبير كتعرف الفوائد ديال العسل والتومة والحامض يعني كلهم يعني كلهم فوائد يرجربوا هاد الوصفة هادي ان شاء الله تشافه ويربي بعد ما اه تحنت كل شي المكوينة ديالتي عادين ناخد واحد المصفات وعادين نصفي هاد المكوينة كاملة عادين ناخد غير العصير ديالها او لادك المدية اللي كيتصفة وهو اللي كنت استعمله لها تشكل هادا كانت تحصل لها هاد العاصير هادا وطريقة استخدام ديال والبنات او للمشاهدين كاملين كان ناخده معلقة مع الصباح يعني على الريق ومعلقة يعني قبل الناس ودوموا لهاد الوصفة هادي وان شاء الله غادي تلاحظوا الفرق وغادي تلقاوا النتيجة وشفاء ان شاء الله لجميع المرضى يا رب واسلام عليكم اشتركوا في القناة